تشتهد آية وعدد من صديقاتها بتجهيز المعجنات بأنواعها ضمن إطار مشروعها الصغير تقول عنه أن بداياته كانت مجرد فكرة تم تطبيقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكنه سرعان ما تطور ليكون نافذة عمل بمردودات مالية جيدة للباحثات عن فرص العمل وتحسين مدخولاتهن اليومية أنشأنا هذا المشروع الصغير على مود انشغل يد عاملة أكثر وأكيد سواءنا هذا المشروع بجهود فردية يعني على مود انشغل أكثر كمية من البنات سواء خريجات أو ما متخرجات وأعلنت الولايات المتحدة التزامها بدعم القطاع الخاص في العراق ودعم مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي قالت خلال المؤتمر الذي انعقد في بغداد أن الولايات المتحدة تجدد التزام العراق بدعم طويل الأمد لتطوير اقتصاده وخلق فرص عمل جديدة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والناشئة إلى ذلك قامت عدد من منظمات المجتمع المدني بفتح دورات تدريبية للشباب من كل الجنسين لتحسين الدخل المعيشي لهم وهي برامج يقول عنها منظموها أنها حققت انتقالات ملحوظة في حياة الكثير من الشباب كل ما كانت أكو إمكانية وكان دعم متوفر للمنظمات أكيد راح تزيد إمكانية التطوير وإمكانية دعمهم للمشاريع الصغيرة الإدارة المحلية في باب الطالبة بأن تشمل محافظات الوسط والجنوب بدعم المنظمات الدولية التي تنشط بشكل أكبر في المناطق المحررة منظمات الدولية جتي للمحافظة وعقدنا معهم اجتماعات ولقاءات إلا أنه عمل على الأرض الواقع بالمستوى الذي نتأمله لم يكن موجود وفرضت الأوبئة والصراعات وتقلبات المناخ تحديات كبيرة على قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة في جميع أنحاء العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة ويركز برنامج الأمم المتحدة على ضرورة دعم المشاريع المتناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة عبر إيجاد بيئة مناسبة ومناخ عمل منائم لها عبر سياسات اقتصادية ومالية وضريبية من بينها الإعفاء العام لتلك المشاريع في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن نسبة العاملين في المشاريع الصغيرة جاوزت السبعين في المائة من الأعمال أحمد الحسناوي الحرة بابل